أشرت لنقطة مهمة جداً دلوقتي تم تغيير نظام ترامبو جي بايدن مفروض ان ده التاني كان بيدعم السيسي بشكل كبير جداً والشعب المصري له إرادة كبيرة في التغيير وأكبر درين اللي كان بيحصل خلال السنوات الماضية كل شوية يقولوا خلاص الشعب هدي لا الشعب بيقوم ويستكمل ويقول لا أنا مش عايز النظام اللي موجود ده هل في ظل الوضع الحالي نقدر نقول انه بتغير النظام السياسي العالمي ممكن يحصل انه الرغبة تتوائم مع رغبة وإرادة الشعب المصري والله يعني هو الوضع المصري حالياً يعني قابل لكل الاحتمالات يعني ربما تحدث ثورة مرة أخرى يعني ربما يعني تحدث ثورة أخرى احنا نتمنى ان تكون ثورة وثورة حقيقية وجزرية تغير الوضع الكامل ربما ايضاً محتمل أيضاً ممكن يحصل انقلاب على النظام مثلاً انقلاب على الانقلاب مثلاً يتم تغيره ربما تحدث مواءمات يعني الاتجاه حالياً ما يعني كلمة انقلاب على الانقلاب دي كتير قوي بصراحة أستاذ عبد الحميد بعد حدوث الانقلاب وكيتمنى ضمن الحاجات اللي يعني الناس بتحاول اتهدي بها نفسها ان في انقلاب على انقلاب هيحصل ممكن يكون فيه ناس متحفزة على جملة انقلاب على انا ما اقولك كل شيء محتمل يعني الوضع الحالي قابل لكل شيء من المستبعات كان فيه محاولات والان في بعض التسريبات لسه من يومين فقط يعني سربتها العربي الجديد ان في بعض الضباط داخل السجون يعني الخبر ازيع لان حصل لهم اقتحام فقالوا مين هما الضباط دولا قالوا دولا حاولوا يعملوا محاولة انقلابية على السيسي فاحنا عرفنا من كده وحنا كنا عارفين ان في كذا محاولات يعني حتى في اكثر من شخصية تحدثوا عن فيه محاولات فكل الاحتمالات وارده ممكن يحدث على انقل ان باترسون قالت الكلام دواتي قالت السنة الفاتت قالت ان ممكن مش مستبعد ان الجيش ينقلب على السيسي يعني وهي كانت انا مش مدي يعني اوهم الناس ولا ان انا يعني اعش من الناس بحالي ايوه انا ما اقولك كل السيناريوهات فيه سيناريو اللي احنا شايفينه برضو قابل ان هو تحصل مؤامات يحصل ضغوط على السيسي يعمل اصلحات ربما يتعهد بان هو يعد لفترة مثلا 22 ده فيه كلام عنه يعني الكلام فكل السيناريوهات محتملة في الواقع المصر ممكن انقلاب ممكن تحصل ثورة اخرى ممكن يحصل مؤامات واستجيب السيسي للضغوط انا شخصيا شايف من خلال متابعتي ربما تحدث مؤامات يعني سيناريو السورة على النظام غير يعني غير يعني مستبعدة في المرحلة الحالية يعني خاصة مع الاجرات وما فيش وناس هتقبلوا ناس هتقبل السيسي يعني المؤامات اللي حالك بتتكلم عنها يعني ممكن بعض الناس تقولك ممكن نقبلها طيب اهلي شهداء اهلي المعتقلين اهلي المخفين قصريا اعتقد دون مستحيل ان هم يقبلوا مثلا المؤامات دي الله اعلم بس اصد الفئة جبيرة ممكن تكون رفضة وجوده صحيح صحيح انا شخصيا مش اقبل انا عبد الحميد شخصيا مش اقبل لكن ربما الناس تقبل ربما الناس تقول ليس في الامكان افضل من مكان عاشي وذن حل لدى بالزبط كده البلد كل يوم في تردي وهو قبض على السلطة وهكذا يعني فربما الناس تقبل ربما الناس كتيرة تقبل وحدثت يعني يعني فيه ازمات كتيرة حصلت بين شعوب وداخل شعوب وتم يعني تم يعني التغاطع عنه وحصل يعني لسه قريبا المصالحة الخليجية المصالحة برغم انها مش نفس الضرر ولكن برضو حصلت مصالحة حصل ضرر حصل حصار كان فيه محاولة غزو عسكري القطر وكان ممكن تحصل فيها قتل وهكذا ولكن مع ذلك الصالح ما بين الغزو العراقي للكويت حصل فيه قتل وحصل ومع ذلك رجعت العلاقات الكويت وهكذا يعني فيه نمازج كتيرة ممكن تحصل لكن لو كان فيه رغبة حقيقية لو كان فيه رغبة حقيقية عند النظام أنا شخصيا أستعد أن هذا النظام يعني يقدم على خطوات إصلاحية إلا لما تحصل ضغوط حقيقية عليه ويضطر أن هو يحدث يعني يحاول بقدر المكان أن هو يحدث إصلاح السيسي اللي أنا شايفه الضغوطات حقيقية بمعنى إيه الضغوطات موجودة يعني الشارع كل يمطلع عليه الأسعار في زيادة ولسه كتال الأستاذ أسماء بتقول الناس مش طيقة لا تعليم ولا صحة ولا حياة اقتصادية ولا حياة معاشية كل الأوضاع في مصر مهيئة لتغييره دلوقتي صحيح هي مقارنة بحسن مبارك مهيئة بشكل كبير مهيئة أنها تقتلع النظام كله من جزور والنظام سواء المؤسسة العسكرية أو النظام السيسي وأجهزته الأمنية ده مهيئة لكن مفيش رغبة مفيش من يمثل تطلعات الشعب أنه يعمل ولأعتقد هي الرغبة موجودة لكن القدرة هي الموجودة بالضبط كده وإني ترجم الرغبة دياتي لفعل حقيقي إحنا شفنا في الفترة الماضية حصل أكثر حراق ويعني برد بشكل كبير ورجعت الناس لبيوتها عادي بشكل كبير وكأن شيئا لم يكن يعني فمفيش إلى الآن خطة حقيقية لإسقاط النظام أنا أعتقد ده راجع لإني المكون الحقيقي المكون الحقيقي اللي هو قادر أنه يحرك الشارع إذا ما حركوا في 25 يناير اللي هما جماعة الإخوة المسلمين حاليا ربما ما يكونش فيه رغبة أن هما ينزلوا لعوامل يعني عوامل كثيرة يمكن ربما الشرحة يعني يطول أيضا الشارع نفسه ما بعد الإخوان ما فيش حد يمثل الشارع وممكن النقطة دي مهمة جدا أستاذ عبد الحميد نحن نتكلم فيها